الدكتور جود عبد الخالق اتكلم يعني رسالة مفتوحة للرئيس انا بصرف النظر يعني الدكتور جودة راجل محترم وإلى آخره وله احترام وتخديره لكن ضمن الكلام اللي قاله قال انه لابد من محاولة السيطرة على الأسعار يعني من ضمن الكلام اللي قاله السيطرة على الأسعار وتوجيه الموازنة للغلابة مش للأثرياء فانا بقول للدكتور جودة عبد الخالق هذه هي رسالتك للرئيس يعني هذه حرية وانت راجل مشؤول ومحترم ونضيف بالمناسب لكن أيضا يا دكتور جودة عبدالخالي هذه رسالتي إليك أنت رجل الاقتصاد ما كان يجب عليك أن تقول نقطتين النقطة الأولى فكرة سيطرت الدولة على الأسعار لأن ده حصل بالفعل وعليك يا دكتور جودة أن ترجع وتعود إلى الأرقام الحقيقية وأنت تستطيع أن تتأكد منها أكثر مني معدل التضخم انخفض ربما لأول مرة تنخفض معدلات التضخم في ظل كورونا وبعد كورونا وقبل كورونا بهذا الشكل منذ 11 عام لم تصل معدلات التضخم إلى ما وصلت إليه في هذا والناس حاسة بالمناسبة يعني فكرة الأسعار حدش بيشيك من الأسعار الأسعار السلع والخدمات ده السلع الغذائية في أثناء أزمة كورونا انخفرت أسعارها ده غير مسبوك بالمناسبة ومجميلش حد وحضرتك يعني أستاذنا وراجل راجل بتحب البلد لأنه زاد عليك لكن بقول المعلومة المعلومة أن أسعار السلع والخدمات انخفضت ومن ثم أسعار نسبة التضخم انخفضت فبالتالي ما ينفعش أقول أي يعني ما ينفعش أقول أنه عايزين نضبط أسعار منضبطة قل قل أنه عايزين نوجه للسبرات هنسمع الكلام نتفق أو نختلف لكن دي نقطة أعتقد أنه الأسعار في مصر خلال الفترة الحالية والفترة الماضية ما حدش يقدر تكلم فيها في معاناة آه في معاناة والرئيس عبدالتالتحسي نفسه بقول المعاناة ونخفف من معاناة الناس الناس محتاجة الناس كله بيمشي لأنه احنا بنبني بلد فكلنا الشركاء هي مش بنبني لحد معين احنا بنبني البلد لنا كلنا ودي كلمة رئيسة على طول كلنا مع بعض مش لحد على حساب حد اجمالا ما أريد أن أقوله أنه العمل اللي حاصل والجاري في مصر دلوقتي محتاج مننا الوعي عشان نبه فاهمين محتاج مننا التكاتف وكلنا نشمر عشان نشارك لأنه لا يمكن لبلد تقوم بفئة على فئة وفئة دون فئة كلنا واحد كلنا هنا على أرض مصر سواسية كلنا هنا على أرض مصر محتاجين مجهود من أنت حركة ترجمة نانسي قنقر